إمام مجدد وفقيه قدم للإسلام علمه وجهده على مضار عقود أثر فيها المكتبة الإسلامية بتفاسيره الشهيرة للكرآن الكريم كاملا فصار أحد أهم الأئمة على مضار مائة عام إنه إمام الدعاء الشيخ متولي الشعروي الذي وفق اليوم ذكرى وفاته للمزيد نتابع في التقرير التالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الشيخ محمد متولي الشعروي إمام الدعاء أحد أهم مفسر القرآن الكريم في العصر الحديث نجح بأسلوبه السهل وشرحه المبسط في الوصول لقطاع كبير من المسلمين في جميع أنحاء العالم ولد الشيخ محمد متولي الشعروي في الخامس عشر من أبريل من عام ألف وتسعمائة وأحد عشر بقرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقالية حافظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره وتخرج في كلية اللغة العربية عام ألف وتسعمائة وأربعين وحصل على العالمية مع إجازة التدريس عام ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعين ليعمل بعدها بالمعهد الديني بطنطا ثم معهد الزقازيق ثم المعهد الديني بالإسكندرية قبل أن ينتقل بعد ذلك للعمل بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية عام ألف وتسعمائة وخمسين شغل الشيخ شعراوي العديد من المناصب كان من أبرزها عمله مديرا لمكتب شيخ الأزهر عام ألف وتسعمائة وأربعة وستين ورئيسا لقسم الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز عام ألف وتسعمائة واثنين وسبعين وفي عام ألف وتسعمائة وستة وسبعين عين وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر وبعدها بأربعة أعوام تم تعينه عضوا بمجمع البحوث الإسلامية حصل شيخ شعراوي خلال مسيرته على العديد من الأوسمة واختارته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عضوا بالهيئة التأسيسية لمؤتمر الآجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية عاشق شيخ شعراوي اللغة العربية وأحسن استخدامها للوصول لعقول وقلوب الملايين فعرف ببلغة كلماته وبساطة الأسلوب وجمال التعبير وفي مثل هذا اليوم السابع عشر من يونيو من عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين رحل شيخ شعراوي عن عالمنا عن عمر ناهز سبعة وثمانين عاما تاركا خلفه مكتبة إسلامية كبيرة وسيرة عطرة تتناقلها الأجهل